عبر الهاتف ينضم إلينا أستاذ مونير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية أستاذ مونير أرحب بك معنا على شاشة إكسترانيو يعني كما ربما تابعنا منذ قليل تقرير يعرض الجرائم الذي قام بها الإرهابي هشام عشماوي والتي أدت إلى إعدامه من قبل المحكمة العسكرية المصرية السؤال الآن يعني كيف ترى هذه الجرائم واستخدام الدين ربما كعباءة يتسطر بها أولئك الإرهابيين يعني أعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي خاصة أنه ارتكب عشرات الجرائم الإرهابية ضد مدنيين وضد ضباط شرطة وضد أيضا ضباط الداخلية أعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام على هذا الشخص هو دليل على قوة أجهزة الأمن ربما في مواجهة ومجابهة التنظيمات المتطرفة خاصة وأن هذا الشخص ارتكب كما ذكرت عشرات الجرائم ورغم ذلك نجح تجهزة الأمن في الوصول إليه في الوصول إليه ومحاكمته ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام عليه وأعتقد أن كل الجرائم التي استكدها هشام عشماوي والشهداء الذين سقطوا جراء هذه الجرائم الآن نحن نستطيع أن نقول أننا نجحنا في القصاص لكل هؤلاء خاصة وأن هشام عشماوي شخصية ليست عادية ولم يكن إرهابي ينتمي إلى جماعة أو إلى تنظيم وإنما نجح في نشأة وتدشين تنظيم كبير عادة الحدود والقرات وطنظيم المرابطون ومن ثم ارتكب هذه الجرائم ضد مصريين وضد ليبيين أيضا وبالتالي كان لابد من تنفيذ هذا الحكم بهذه الصورة حتى يرتدع الآخرون الذين مدالوا في غيهم على نفس النمط السياق الذي ربما دفع هشام عشماوي لارتكاب مثل هذه الجرائم نعم أستاذ مونير كونك منتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية سؤالي الآن هو كيف تقوم هذه التنظيمات الإرهابية باستقطاب الشباب للعمل معهم تحت مسمى الزين يعني أعتقد هناك وسائل وطرق كثيرة تعتمدها هذه التنظيمات المتطرفة أعتقد جزء منها التفسير الخاطئ ربما للنصف الدين وأعتقد أن هذه التنظيمات بعضها يستقطب ربما الكثير من الشباب خاصة ربما في البيئات الفقيرة ربما عبر المال وهناك صورة ثالثة قد تكون عبر الاستقصاب السياسي أو محاولة رسم مدينة فاضلة لهؤلاء يعني هؤلاء ربما يبتمون لأتباعهم ولأنصارهم أن المدينة التي يسعون لإقامتها ربما يستقيمون عبارات مثل الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية هي أفضل بكثير من تلك التي يعيشون فيها ولذلك دائما يقدمون أنفسهم بالمجتمع أو يحاولون استقطاب الشباب داخل هذه المجتمعات بوسيلتين أو بطريقتين إحداهما من خلال العمل الدعوي كأن يقف هؤلاء ربما على المنابر وينشؤون التطرف والإرهاب عبر هذه المنابر أو الدروس الدينية عموما والوسيلة الأخرى قد تكون عبر العمل الخيري بأن يقدم هؤلاء أنفسهم بهؤلاء الأتباع قبل أن يتم تكندهم بالطبع بأن يعطوهم الأموال عبر جمعيات خيرية هي تظهر للبعض على أنها جمعيات خيرية ولكن هؤلاء يستخدمون عبر هذه الجمعيات يدفعون أموالا للفقراء والمساكين والأرامل ودو الحاجة وبالتالي يستخدموا هؤلاء أو هذه الشخصيات عبر هذه الوسيلة وهنا أقول عندما تقوم الدولة بدورها وأعتقد أن الدولة تقوم بهذا الدور وهو الدور الدعوي عبر المؤسسات الدينية الرسمية وأعتقد أن مؤسسة الغذر ووزارة الأوقاف ودار الإبتاء تقوم بدورها بشكل كبير وعندما يكون هناك مجتمع مدني قوي جمعيات خيرية هي تقدم تقدم ما يريده الناس منها بشكل قوي وبشكل واضح بعيدا عن استخدام هذه الوسيلة عبر التنظيمات والجماعات المتصرفة أعتقد هنا تختفي هذه الجماعات وتختفي أيضا وسائلها أو ربما تظهر بالناس ومن ثم يتم إطال سحر هذه الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات المتصرفة أخيرا أستاذ مونير تأثير حكم الإعدام اليوم على هذه التنظيمات الإرهابية كيف يؤثر على بقية التنظيمات الإرهابية يعني أعتقد أن تنفيذ هذا الحكم سوف يوسط بشكل كبير على هذه التنظيمات يعني أعتقد أن التأثير سوف يكون تأثير إيجابي أولا الشعب المصري الآن سعيد بتنفيذ هذا الحكم لأن هذه الشخصية ارتكبت عشرات الجرائم الإرهابية وبالتالي لابد أن يشفي هذا الحكم وتنفيذ هذا الحكم صدور المصريين وأعتقد أن هذا الأمر تحقق بتنفيذ هذا الحكم وبالإعلان عزمه أعتقد أيضا أن تنفيذ هذا الحكم بهذه الصورة أعطى انطباعا لدى بعض الشباب المغرر الذي انتمى وأعلن ولاؤه بهذه التنظيمات وماذا لا يعمل فيها أنه سوف يأتي يوما ما ويتم إلقاء القبض عليه ومن ثم تقديمه للمحاكمة وسوف ينفذ فيه الحكم كما نفذ فيه شام عشماوي وبالتالي هذا الحكم سوف يكون راضع العشرات الإرهابيين الذين انتموا إلى هذه التنظيمات ولكن نتمنى أن يتم تنفيذ أحكام بهذه الصورة المستقبل ربما أمام وسائل الإعلام ما يجرى حوار ربما إعلامي مع هذه الشخصية قبل أن يقدم للمحاكمة حتى يظهر من كلامه ما يمكن أن يكون خلاصة ربما لأشخاص آخرين يمارسون الإرهاب وأعتقد أن هذا الحكم قد يكون هناك رضع سعل من هذه التنظيمات المتطرفة ولكن الدولة وجهزة الأمن هي على نفس مستوى القوة بأن تحبط أي عمل أو أي تحرك لهذه التنظيمات التي أصبحت الآن ضعيفة بشكل كبير ومتهاوية نعم وصلت الصورة كنت معي عبر الهاتف أستاذ مونير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية شكرا جزيلا لك